دين ودنيا يمكنكم كذلك أنكم تتبعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك خصوصا فيما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم وهو موضوع المواقع التواصل الاجتماعي أكيد أن جميع المواقع المستجدة إلا بغينا نقوله فهي لها حكم كذلك في أشراح سواء من خلال نظر في إيجابيتها أو لسلبيتها وأكيد أن هذه المواقع تفرض نفسها بشدة سبقوا تكلمنا عليها وما زلنا يعني ما زل موضوع بطبع الحل مستمر ويتجدد بأمور جديدة بأونس جديدة بطرق طرح جديدة بأساليب كذلك نشر جديدة بما ينشر كل يوم وبما يقال واش هاد الأمور يعني اللي كان نحطوها على مواقع التواصل الشمالي الحساب جلنا الشخصي واش نحاسب عليها كذلك أو لا لا واش مسؤولين قدم الله سبحانه على ما نكتب وما ننشر شنو هي الحدود لخص احترامها في هاد الأمور لمتعلقة سواء فيما يتعلق بالإشاعات وكنا سبقوا وتكلمنا على هاد الموضوع كذلك دي الإشاعات وما يمكن أن نروي جلا من دون أن نشعر من خلال هاد المواقع دي التواصل الجماعي أولا من خلال ما ننشره في حياتنا اليومية تفاصيل حياتنا كذلك كل من سمع كذلك من من مصائب أولا من أحداث كتوقع الإنسان يعني كيرجعها لما هو متعلق بالعين حسب مواقع التواصل الجماعي بالصور التي كتنزل ماذا صحة هذا الأمر هذا أولا لا المحتوى اللي كنشره كذلك ولو بمنشور دينا شخصي واش محاسب عليه أولا لا ما ينشر كذلك من بين قوسين ما يسمى به تفاهى أولا بأمور ربما تضر بالآخر بالدين دينا بالهوية دينا إلى غير ذلك فموضوع كبير جدا ومتشاعب جدا صراحة سنحاول فقط يعني نسلط عليه شيء من باش تبلين الرؤية شيئا ما في هاد المواقع كيفاش ممكن تعامل معها بدون أن نخرج على الحدود اللي الله سبحانه وتعالى اللي أرسمها لنا فهذا غير يكون موضوع دينا إلا بغير تتواصلوا معنا باش نتكلموا عليه أولا تكلموا على موضوع آخر أولا أسئلة أخرى الإجابة على أسئلة أخرى يمكنكم تواصلوا معنا من دابة على صفحات النجا الفيسبوك اللي هي الشهد أو لتبعثوا بأسنة 556 أو لمن دابة نساعة إن شاء الله تسعدون صغدي تقدروا تصلوا بنا على 0522 30 05 025 30 05 36 وعلى بركة الله نفتتح وإياك أسد حلقة اليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني لعل أحبابي إخواني أخواتي يفقه قولي اللهم إن نسألك ونتوجه إليك في هذا اليوم العظيم عندك اللهم إن نسألك الشفاء لكل مريض اللهم شافي مرضى المسلمين أذهب أسقامهم اللهم أنزل عليهم العفو والعافية والشفاء من كل بلية وداء ومرض يا رب العالمين اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأخيرة لمغفر ذنوبنا أستر عيوبنا اقضي حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضانا رحم موتانا هدد الله لنا شبابنا نساءنا أصلح حوالنا رد بنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم رحم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تجازي عننا الوالدين خير الجزاء اللهم جازهم خير الجزاء يا رب العالمين اللهم من كان منهم من أهل الآخرة فاجعل مقامه عندك هناك في الدار الآخرة روح وريحان وجنات نعيم يا رب العالمين اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعوا بالصحة والعافية يا رب العالمين وزد في عمره في الخير والإحسان يا رحيم يا رحمن يا دل جلو بكرام رحم أموات المسلمين جعل قبورهم روضات من رياض الجنة أنس وحشاتهم في ظلمات القبور يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا دل جلال والإكرام استغتنا بجنابك لدنا بجنابك يا الله اللهم استرنا فوق الأرض استرنا تحت الأرض استرنا يوم العرض يوم ننقلب بين يديك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم جعل خير عمالنا خواتمها خير أعمارنا آواخرة خير أيامنا يوم لقائك يا حنان يا منان يا دل جلال والإكرام اللهم وفق أبناءنا اللهم وفق بناتنا اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح اللهم إذا نسألك أن تتبتنا في هذا الزمن الكالح الذي أصبح فيه كل شيء متغير اللهم تبتنا وارزقنا التبات اللهم إذا تغيرت القلوب وقست اللهم ذكرنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا بك اللهم ذكرنا بك اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم لا حولنا ولا قوة إلا ما كان منك وبك فاللهم إنا نستعين بك ونستغيط بك ولا ملجأ ولا من جالنا منك إلا إليك أنت ملادنا أنت ربنا لا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك انتكلنا إلى أنفسنا فقدعنا اللهم إن نسألك التبات اللهم إن نسألك التبات اللهم إن نسألك التبات يا حي يا قيوم تبتنا على دينك ولا تقبض منا أرواحنا إلا ونحن نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة لا تقبض منا أرواحنا إلا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 لا شك وهذا ممكن أن يختلف فيه أن هذا التقدم وهذا التطور الذي شهدته الإنسانية بقدر ما هو تطور مسعد للبشرية بقدر ما هو كذلك أحدث في الإنسانية أحدث فيها أمور غريبة جدا فوسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل صراحة قدمت للإنسانية خدمات جليلة نقلتنا من ذلك المسار الذي كنا فيه يعني البطي الصعب تحتاج إلى تواصل يعني يعني بمعجزة أصبحنا الآن بضغطة زر أو بلمسة الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم يغوص في عوالم وينتقل إلى عالم ويتصل بالقارات ويتصل بالأشخاص سبحان الله سبحان الله ذكرنا القرآن الكريم بطريقة التواصل قديما كان الناس كفة كانوا يتواصلون ذكر القرآن الكريم قصة سيدنا سليمان مع الملكة زليخة في اليمن فعندما نقرأ قضية التواصل كيفية التواصل بين هؤلاء بين هذين بين نبي الله سليمان عليه السلام والملكة بقيس هذه المرأة الصالحة التي أسلمت يعني نقف الآن على حقيقة التواصل ومدى الخدمة التي قدمها هذا التطور الجديد الذي أصبحنا نرى الآن سيدنا سليمان لما جاءه الهدود يخبره بأن هناك أمة تسجد للشمس من دون الله غير من هذا العصفور أو هذا الطائر غير على محارم الله يعني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله الذي يخرجه الخب إلى آخر الآية فهذا يعني سيدنا سليمان كيف سيعرف أرسل إليهم يعني أرسل إليهم كتاب أخذه هذا الهدود ويسير يسير من فلسطين إلى أقصى اليمن في الجزيرة العربية إلى الصنعاء على كل حين فكان الرد ثم لما جاءه يعني جاءه ويسلمون جاءوا في شهور قدر العلماء بأن ثلاث أشهر وهم يسيرون في الأرض إلى أن وصلوا إلى سيدنا سليمان تقريبا فالمسألة ليست مسألة يعني أنها تتقدم هذا كنشوفوا فيها لأنه شيء سيء لا هذا التطور في وسائل تواصل تطور هائل جدا قدم للإنسانية خدمات لم تكن بالحسبان لكن ومع هذا التطور ومع هذا التقدم هناك أمور يعني لابد من أننا نترقلها فبقد ما بهرتنا هذا الوسائل بقد ما دمرتنا بقد ما أفرحتنا وأسعدتنا ولخصت حياتنا وسرعت وطير التواصل بقد ما دمرت بعض العلاقات بعض دمرت حتى الإنسان نحن سنرى فهذه المواقع بالإضافة أنها سهلات الممورية الناس كانت تواصل الناس كانت توفر المال والوقت كنا في السبعينة سبعينة تليفون كان عند واحد عند واحد في الحي أو لا شي واحد كي يبيع المواد الغذائية هذا شي ديال التغذية إلى آخر كتلقى عنده ذاك ديال الرحا ديال سر إلى آخر هذا اللي كان تشجدت عنده أي يوم اللي بغيت تدوز واحد المكالمة مكالمة ما رأى مكالمة في شهر وذيك المكالمة يعني رأى مستعجلة لأنه ستقول على واحد رأى مريض رأى قالوا كده مريض فين 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 آلو كده الله يخلي قول لذيك الناس واحد غاي يقول لذيك الناس كانت الوسائل التواصل كانت شوية صعبة جدا حتى حتى الوسائل للتواصل وغادي يدخلوا فيها حتى وسائل الإعلام الأخرى اللي هي الميديا الهاتف التابت الهاتف الجو يدخلوا فيها حتى الراديون يدخلوا فيها حتى التلفازها السينما أنا أذكر والله أذكر وأنا صغير في الضار بيضا هنا آآ أواخر ستينات بيضا السبعينات أطفال كنا أولاد المرسا يعني الابتدائي لما دخلت التلفازها كنا يعني واحد الآن ما فيها بس أني نذكر الأماكن لأن أنا أعتز بهذه الأماكن أعتز بها كثيرا يعني في الحي المحمدي ومباشرة يعني قبالت يعني السينما السعادة كان واحد الحي اسميته بلوك البومبيا بلوك السعادة كفيه بلوك البومبيا فيه بلوك ديال كان واحد سيد كيبيع الشي ديال التلفازات يعني أول واحد غادي يجيب بسمى التلفازات غادي يحطوه غادي يشوفو الناس داك العجب قلوا رجاج الفيترينا ومتلفاز هيا لغري حنا عندنا واحد الوقت حنا الدرجة صغار حنا عندنا جود الأوقات عندنا واحد الوقت في الصباح واحد الوقت في الأشية واحد الوقت ديال الأشية كانت سننا ستة ونص توصل ستة ونص باش نمشيو نتفرجو طارزة طارزون ودك الساعة طارزون يعني راه كتفرجي بالبليد وايلي واحد سيد كي الغابا و كده بلا سبعينات بدا ديال سبعينات ثم في الصباح يعني الصباح لما تنخرجو مع ديال عشرها كان نمشيو كان ديك الساعة الموجة ديال الموجة ديال المجموعات الغنائية التورية والملتزمة الناس الغيوان المشاهب جي جي كنا كان أطفال صغار كنا كان نمشيو نتصنتول سبحان الله العظيم وكان سيتي خدم ديال شي ديال هم يعني من حسن حضنا أننا نحنا كان نتصنتول هاد ديال الناس الغيوان اللي هو العربي باطمار البيت ديال وقريب للستوديو اللي كان كيدير الشي العربي باطمار الله رحمه مسكين يعني الوسائل هذي صراحة أسعدت البشرية والله ولكن بقدمة بقدمة أسعدت لكنها درت شوية ديال 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 الإنسان حول أسما أمكان أننا تزع زعو من بلاص وغادي نشوف قلت وفرط لنا الفلوس وفرط لنا الوقت للإنسان تحصل على المعلومة بوحدة طريقة سريعة جدا وبطريقة يعني مفيدة لأنك بجرر واحد تضغط على واحد الموقع تيخرج لك معلومات لا عدة ولا حر تبقى في ذلك المعلومات يعني سبحان الله ثم سهولة توصل بالأخبار الأخبار أصبحت الآن في المتنوال ضغط هنا ضغط هنا أرى ما عندك في حين أنه كان إلا تحليتي الراديو ولا تسنة اسميته ذك الفازات تل مع ذك ثمانية ونصول مع ذك ساعة كان لأخبار وتسنة يعطيك ذك الشي اللي بغوا هما ما الآن لا ما عجبك أنك هناك عارف والناس عارفين المصادر الموتوقة كي يمشيوا لها مباشرة لا كلها ثم هذه الوسائل كذلك نشرات الوعي حتى في الأمور دي للدين مواقع قنوات وإلى خير نشرات الكثير من الوعي الديني الوعي المجتمعي الوعي الفكري الوعي وعي نشرات الوعي الصحي الوعي تقول حنا البيئي يعني بوحد الأسليب رائعة جدا من خلال أناس على كل حال ومواقع ما ننسوش كذلك أن هذه المواقع كذلك أو وسائل التواصل سهمات في إنجاز مصالح ديالناس بوحد السرعة لا تتصور فتحت فتحت الباب للإنسان في واحد العهد جديد عهد اضغط على الزر أنت الآن مع العهد ولكن بالرغم من ذلك بالرغم من ذلك فهذه الوسائل ديال التواصل بقدم فتحت يعني الباب الاسميته للإنسان أنه تقدم لكنه في الحقيقة كذلك فتحت الباب لواحد الجهنم ما كتتصورش فمن بين الوسائل أو سلبيات ديالها الوسائل كل شخص تيجي بذلك السلعة اللي عنده تيحط في الوسائل ديال التواصل على سبيل المثل وانا أنزه أسماعكم إخواني والله هذا الشيء الذي سنذكره الآن أنا صراحة لا بزمن خسين كله لأن الناس سيقول كيف هذا الروتين اليومي هذا ليس الروتين هذا هذا البرنوغراف اليومي لنساء يعني شوف وسائل التواصل يعني المرأة تدخل واحد كأداف واحد الغرفة يعني تقول بأن تتصور المؤخرة ديالها في خو يعني ما يلقف درس الدربي الحياة نحن نتكلم عن الحياة مشا شوف هاد الوسائل ما فيها شي حدود ديال الحلال ولا حرام ما كين شكوش حلال فلذلك المتوقف المرأة على سبيل المتوقف المرأة وتصور في المؤخرة ديالها ولا في المفاتين ديالها للفتنة لاش بجمع واحد العدد معين من المشاهدات وتتخلص راه هدوة تدمير احنا ما نتكلموش على ذاك الخلصة اللي غير تشد لنا في الحكم ديالها في الشرع مال حرام اخطر من الربا واخطر من الصرقة واخطر من اكل الحرام واخطر من الظلم اخطر لنا بالمؤخرة ديالك ما لخيش تكلين الخبز غير بها الطريقة هدي العيالات العاففات المغربيات الله يجزيهم بخير تيه كل الخبز ديالهم بالعرق ديالهم تمشي مسكينة جفف والله يعونها وكارمتها وتديرش اعمال رائعة وتخلص عليها وخقليل فيها البركة ما تجيو حدالها كده الاخرية المؤخرة وكده الدرجة ان لا ما نهضروف هذا الموضوع انا غادي نجب شي حاجة واحد الباب واحد الباب خطر خليه ناس ولد واحد الفئة من النساء والذي يعملوا على انهم خصون كيفش توصل الى مؤخرة كبيرة يعني شو ما عيد فيديوهات مكينش مراقبة يعني في حال هاد الامور خصنا مراقبة ذاتية نعم مراقبة ذاتية او ما يسمى بمراقبة الله في هذه الامور هذه نستشعر بان احنا كمسلمين كين الحياة الحياة يمنعنا من هذه الاشياء فخدش يكون لقاء انت محاسب على هذه الاعمال محاسب لا تقفو ما ليس الكبيرين من السمع والبصر والفؤاد كله اولئك كان عنهم مسؤولة انا كمسلم مسؤول انت كمسلمة مسؤولة ومسؤولة اخطر مسؤولة على الكلام على لسانك على شنو تتشوفي شنو تتسمعي ومسؤولة بالخصوص على المفاتين على الفتنة تعريض العدد كبير ديال الناس الى الفتنة تعريضهم الى التحرش الجنسي الى الوقوع في الرذيلة الى بزف ديال الحويج وهنا استاذ ربما مربط الفارس لانه مثلا سواء كمثل اللي اعطيت او لأمثلة اخرى الامور اللي تدروها بعض الناس مثلا واللي هي مسيئة يعني لهم والإسلام ان المشكلة يرتكب الانسان ذنب بوحده يعني من الله يقدر يستغفر ويغفر لغا ما تيكون مجاهر المشكلة هو ان في مواقع التواصل كتنشرهم مجاهرة كتنشر كتتقاسم هذا الدنب مع ملايين ديال الناس احسنتي احسنتي وهنا تنقول بنا الوسائل التواصل بالحكس انا فرحان بها وسائل التواصل فرحان لانه قدمت خدمة كبيرة للمسلم للإنسان للإنسانية ولكن هنا فين كيلة المشكلة مشكلة الانسان في الناس في الناس مجي في المواقع المواقع شنوية المواقع كسكين بحال شو واحد سكين السكين رات تقرض به تدير كذا ولكن كيلة واحد غير زوغي يمش يقتل به رأى نفس الشي كذلك وسائل التواصل كيلة اللي غير ستعملها في الخير كيلة اللي غير ستعملها في الشر فمثلا تكلموا على الناد والتواصل ليس فيها شي حدود ديال كذا وكذا الانسان في المعزل عن المراقبة الداتية المراقبة الله عن استشعار الخوف من الله الاخير تدير كل شي حتى حتى الانسان ربي سبحانه وتعالى رأى قال لنا الانسان إذا بتلي فليستتر إذا بتلي أحدكم فليستتر الانسان تيبات تي دير معصية ودار ودار وصورها المشكلة هو أن صورها ديك الصورة غتبقى إلى يوم الخيامة انت سهلتي لأمور على الملايكة رأى جلو عليك وحجة خرقة أمامك يعني أمامهم ويحطو عليك فبتي أربي سترك أربيها فلانا سترك وأفلان أربي سترك وكا صبح الصباح فعلت وفعلت وفعلت وكا تبيل للناس وشاهدوا معي اللق طح كا تعبر لهم ثم كتزيد تقول لهم ها شنو يلا بالوثيقة تفرجوا ووه ثم 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 لا حول ولا قوة إلا بالإعلان تسعة وثلاثين دقيقة مرحبا بكم الجديد نواصل معكم موضوعنا موضوع تأثير مواقع تواصل الاجتماعي جبيت أو السلبيات من منظور إسلامي مع فضيلة الشيخ أستاذ رحمان سكاش برنامج كوم دين ودنيا وعلى الشداء يمكن لكم تواصلوا معنا مستمعين عبر صفحتنا على الفيسبوك الشداء فهم تخليوا تعليق أو لا سؤال أو لا عبر الأسماس على خمسة خمسة سجد وكذلك عن طريق الاتصال الهاتف المباشر على صفر خمسة تين وعشرين ستو ثلاثين صفر خمسة ستو ثلاثين وعيد صفر خمسة تين وعشرين ستو ثلاثين ستو ثلاثين ستو ثلاثين كنا مازالين في الأمور اللي هي خطيرة واللي تسبب في هذه المواقع أو لا الناس المستعملين لهذه المواقع أستاذ فعلا بالنسبة للناس اللي تحقوا بنا الآن كنت تكلم عن مواقع التواصل أو التواصل لمواقع التواصل الجماعة في الإسلام وإحنا قلنا بأن هذه المواقع التواصل يعني نقلت الإنسانية إلى واحد العالم رائع جدا وهي جد 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 رائع لكن عندها سلبيت ومن سلبيت ديلا أنه قلت أن هناك ما هو أخطر من هذه المواقع ما يسمى الإباحية والمواقع الجنسية والمواقع لكالصعد الأجسام يعني هذا الحرام رادين هناك مواقع أخطر من هذا وهي المواقع التي تشكك المسلمين في عقيدتهم تشكك الشباب بالخصوص من منطلق شباب متفتحت القواح الذي إنسان يعني يخاطبون الشباب يخاطبون بالأسلوب باللغة باللغة يطرح أمور اللي طرحوها بعد مستشريقين اللي كانوا نصبون فوسهم يعني مستشريقين يعني ولكن أفكار فيها السم كتشكك في وجود الله وفي وحدانية الله تشكك في الرسالة دي سيدنا محمد على سلام تشكك في القرآن الكريم تشكك في السنة النبوية تشكك في حتى في الصحابة رضي الله عنهم وفي شخصيات ديالهم تشكك في الدين ككل في الإسلام ككل يعني هناك مواقع خاصة وكيد زعموها يعني كيكونوا منصبين لها ناس كيتسموا بالمفكرين والمبدع كده على كل حال فأخطر ما يمكن لقاء إنسان في الانترنت هو ما هجوج ديال الصباح الصفحات الإباحية اللي كتجر الشباب اللي عندها من خلال الجنس ومن خلال هذا ثم الصفحات ديال معادة الدين ومحاربة الإسلام ومن خلال هذا الموقع الموقع الأخيرة اللي كتحرب الإسلام كنلقوا الناس كتنشر ضلالة ديال ومتتنشر العقائد الهدامة وشحال ديال الأفكار وشحال وشحال اللي كتخالف الإسلام وكتنشر الإلحاد تتنشر الكفر تتنشر عقائد يعني ما عمر سمعوا بها المسلمين يعني لا أريد أنا ندير الإشهار بزاف ديال المعتقدات اللي كينا الآن تتروج عند بعض الشباب إلى آخر وأشهروا هذه المعتقدات الإلحاد دريس غير مسكين ولد الأولاد باكالوريا يلا الانتقل التانوي إلى آخر كيدخل لدى الموقع التوكي ولي يذر فينا والله رأتبت أنه لا وجود وأن الإنسان يعني دمروا هذا الموقع دمرت هذا الشباب وخرجتم على الطريق لدي الإسلام في الحقيقة هذه الصفحات هذه أخطر شيء على الشباب أخطر شيء على الشباب هي هذه الصفحات مثل ما هي رأى ما زال تكلموا على مثلا على يعني سلبية تخرى لا شيء مشكل بحال مثلا السلبية ديال ديال الكذب نفس تكذب إنسان يجيب حاجة وتبدي يكذب 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 بشيجمع ديال ديال المشاهدات وتعط صورة ماشية حقيقية لحياة الإنسان يعني أحيان كثير كالقو أنه ما ينشر من صور أو من معلومات ماشية الحقيقة للحياة ربما فعلا ماشية الحقيقة إنسان أقدم واحد الكاميرا الله وعندك الكاميرا مراءات على كل حل فهد تنقل حنا هد هد الوسائل ديال التواصل شجعت بزر بالناس أنهم يكذبو أنهم يلفقوا الكذوب للناس أنهم يلفقوا لهم تهم الإسلام ما يقول الإسلام إسلام تيقول كسيد يا أيها فسقن بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فسوصبحوا على ما فعلتم نادمين لابد من تتبوت في الأخبار نقلتي صحة كنت متدعي الدليل قلتي على فلان يلزمك أن تتبت الحجة لكن بقوا تقول وش حالة نلقوا ديالناس كتعير الناس وهذا كتعير هذا كتعير هذا كتعير هذا كتعير هذا كيقول على هذا فلان فعل هذا كذا وكذا وهذه كلها تتعلق بتهم الأعراض الأعراض في الانترنت في المواقع ديالتواصل لا قيمة للأعراض إنسان ينزل عليك ويسب ويعاير وكذا 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 والكلمات فحشة لما عمر الإنسان يسمع ثم ما ننسوش كذلك أن هذه الوسائل ديالتواصل فتحت الباب ديال لانحرافات الخطيرة جدا انحرافات تتعلق بالمقاطع ديال الأفلام وديال الصور وديال الفاضحة هذه المقاطع وديال الصور أصبحت أقرب إلى أحد من حبل الوريد اللي عنده هنا يا الانسان تلحل جهنم ولا عيد بالله يتفرج يتفرج جهنم فلذلك نقول يعني أن وسائل التواصل يعني باب من أبواب جهنم أقول باب من أبواب جهنم لمن أساء استعماله ما ننسوش كذلك هذه الوسائل كذلك ما حال ضييعات ديال الوقت فيها الجانب تدير تضيع الوقت كتضيع إنسان تدوز تدقى احد تعمل . تجار. شاد للغالس عليه الى اخرى يعد لعب. اه دم 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 عطانوه الدم عطانوه الى دم عطانوه. راه راه الى الفقرى. ضرب 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 اه تقنيه صحب يجبنه جي جي جيدا. يجبنه بنيات متى تكلم غاب وحدو. سبحان الله العظيم والله العظيم. الحمق اله ده. الحمق هو هده. الحمق هو هده. سبحان الله العظيم. ما ننسوه شكاد لك بانه الوسائد للتواصول. عزلات الانسان تتلقى الضار الاب عنده ديك الجلوقة ديالو طب يعني المرأة عندها ديالا الدراري عندهم ديالهم سبحان الله عظيم كل واحد معزول في قمته ما كيتكلموش لا يتكلمون ولا يتواصلون ولا ولو شنو ضيعت الدراري في حقوقهم لان الاباء كيقول لي من شغل ضيعت الابناء الوالدين ان الدراري مقاش كيطيعهم عزلات الكل في بيت واحد ومعزولين لا فقط غير شوفك تشوفي بحالك اله قدرت يتهزعينك لان غاديك الهزالي غا تهزعينك رغا قتلوني قتلوني ما مساليش لك باش يهزعيني كل انسان اللي تيسمح في الماكلة ديالو شراب ديالو الماكلة وشرب يسمح فيها الله اعزكم الله كيلي كي يبقى محصور لساعات ما ينوضش حاش يكون حتي يعتقلسوا ما ينوضش كي يبقى ساعات طويلة امام هذه الوسائل سبحان الله العظيم ما ننسوش كذلك بان هاد وسائل هي ضربات ما يسمى القراءة وسائل ديال القراءة الكتاب ما بقاش عطوني شو عطي هزل الكتاب قليل 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 ناس اللي تيه البحث الاخري الان فاد وسائل دي ضربات الكتاب ضربات القراءة ضربات المكتابة ولا الانسان مشغول نهار كامل اما لعبة اما مقطع اما شطح اردح ولا حول ولا قوت يعني هاد الوسائل ديال التواصل ما ننسوش بانها قضات على الاخلاق ما بقى لاحية لاحشمة لاوقار لاوالو لاحشمة ما بقاش لاحية ما بقاش علاش هديش الجعات بزاف ديال الناس على النوم يتجرؤوا على القيم والاخلاق الاخري وخلاتهم كذلك يعني يجاهرون بما يفعلون فلذلك يعني نستسمح احنا ما غديش نتكلموا على كل شي احنا فقط غير دائما نلامس لان خلال دبعنا ما جلي كانت وعرف عليكم من خلاله في ساعتين في الأسبوع نحاول ما امكاننا نحسو الناس راد الوسائل وش حال ديال الشباب سطات سطاته وماء ره سجن من دخل هذه الوسائل التواصل وما كنتش عنده المناعة المناعة اللي هي العقيدة وإنسان يكون محمي ويكون يعرف غانستعملها عندي غاندير 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 قضية الغرض سوف يصلاعن بالله لاعلم لاعلم إلا ما كنتش محمي عقديا أخلاقيا فكريا إيمانا وما تابتش مشيت يا مسكين غتولي مستعباد غتولي واحد سجن محبوس في بإرادتك سجن بلا جدران الوسائل التواصل عند بعض الناس ره سجن بلا جدران وبلا سجان يسجن الإنسان نفسه بنفسه وتيبقى حبيس أضف إلى ذلك العينين تيمشي وصحة تمشي الكآب والاكتئاب عند بعض الأطفال التوحد كما قال بعض الأطباء سبولناهم توحد عن الأطفال صغر إلى دوم عليها وأدمان عليها وغير 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 اللي حاولنا نحسب هذه الأمور هذه لعلنها أننا نحاولنا وأنها تحجبنا على صدر ربي الوسائل تمنعنا على صدر ربي بزاف وكتضيع عبادة إنسان كيسمح في الصلاة ويمشي يلعب يمشي يدير المسائل ديالوي إلى آخر سبحان الله العظيم وهكذا وهكذا نسأل الله يعافي نويتبتنا أمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر